على كل ما فيه خبر تاني عايزين نروح له هو مش مجرد خبر الحقيقة يعني ما ينفعش يمر مرور الكرام لازم نتوقف عنده الحقيقة بتعود مرة أخرى إلى شاطئ الشيخ زويد في شمال سينة بعد 8 سنين من التوقف وعيد فتحه مرة تانية هذا العام أمام المواطنين وكان فيه حقيقة يقبال كبير جدا من الناس من أبناء الشيخ زويد خاصة الشباب شفنا عشرات من الأسر كمان راحوا هناك للاستمتاع بأجازة عيد الأطحى هذا الخبر فيه تفاصيل كتير إيه هي التفاصيل؟ إن احنا من 8 سنين كان الوضع عامل إزاي في الشيخ زويد كان الوضع صعب جدا وكان فيه عمليات إرهابية وكان 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 فيه عمليات عسكرية القضاء على الإرهاب وكان فيه حاجات كتيرة جدا انتقلنا بعد ده لعملية التنمية بعد التنمية وصلنا لي مراحل أثر فيه هناك الناس هناك طبعا كان الوضع صعب لكن دلوقتي دولة بتعوضهم قدر إن كان والناس كانت مبسوطة ويمكن الصور بتوضح هذا الكلام إنه تم فتحة زي المنطقة مرة أخرى أسر وشباب وعائلات كل الناس راحت عشان تغير جاوب بقى في أجلزات العيد كانوا بيسافروا العريش بالمناسبة يعني بياخدوا 70 كيلو عشان يروحوا وصيفوا بقى المصيف موجود عندهم فدي بشرة خير وزي ما قال سيادت لها محمد عبدالفضيل شوشة إنه الفترة اللي جاية يكون فيها مفاجآت صارة كمان لأهالي شمال سيناء